كمان وزارة الخارجية أصدرت بالأمس بيان هذا البيان صرح فيه السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه بالتنصيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تقرر إلغاء القمة الربعية التي كان مقررا إنعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء الثامن عشر من أكتوبر على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف